السيدة الصام كان معايا امبارح السيدة ساروتسويلام عضو ربطة الاندية وعضو مجلس النواب وسألته سؤال توقعاته لمباراة السوبر قال لي الاهلي هو البطل فقلت له طابو بيراميز قال لي لأ قلت له طابو الزمالك قال لي لأ الزمالك ما يكسبش بطلطين واربعات صراحة مشاعر ما قبل مباراة السوبر كان بتقول ان في قزائدة جدا للنادي الاهلي بطريقة مش طبيعية لكل الصحفيين الاهلوية لكل اللعيبة الاهلوية السابقين لمقدمين الاهلوية كان فيه للكولر نفسه للعيبة وهي منتشية المرة دي حاسس ان تعرف الدوافع دايما نجوم الزمالك نفسهم كانوا متوقعين الدوافع بتفرق في لعبة الكرة دافع لانا نازل عندي دافع هل شايف البطولة دي دوافع الزمالك مازالت كما هي ودوافع الاهلي هتتغير والثقة اللي كانوا فيها من في السوبر لأفريقيا هتتغير شوف الكلام اللي هو يا سروة سويلم انا اعتقد ان برضو خانوا التوفيق لانك مسؤول انت في النهاية مسؤول انت مش مشجع قاعد على القهوة تقول زي ما انت عايز سؤول لان في الاخر دي كل الفرقة دي الربطة مسؤول عنها يعني باختصار انت مش جايب بفرق منبرة يعني فهو برضو المفروض يبقى التصريحات المتوازنة اللي ما تستفز اه لك هتتوقع ما معليش برضو يعني اقول يا اخي اتمنى التوفيق اتمنى صبر على الاعلى مستوى الشرف القرى المصرية لازم انت كمسؤول تبقى عارف كواس اول حسابات بتاعتك عاملت زي انها ده زي مالك بيشارك في البطولة دي الاول مرة بشكلها الجديد اه صحيح بالرباع ده الفات كان منوع اه بطل ده بطل الكاس بتاعها اخر كم لا زي ما اي كان متعاقب كان متعاقب اول مرة بقولك باول مرة فاز المربع يعني في النهاية كمان حظوا ان جاي بعد بطولة كبيرة اكسبها وبقى اول نادي الوحيد في افريقيا اللي كسب بطل طيل قريتين في سنة واحد ده مبدأ اي يعني ازاي ما هو ده اخد دولة البتاع ده اخد الكونفترالية اه هما تلت بطولات يعني هو خد بطل طيلة خد اتنين منهم يعني اول نادي في افريقيا يعمل السنادي 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 ما هو فيش يا كابتن هما تلت بطلات خد منه اتنين طيب خلاص يعني عصي عصي ما هو الاهل بطل الدوري وزمال بطل طيلة كونفترالية خد الصبر الافريق خلاص ده سألت عشرين 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 بقول لي اربعة وعشرين ايو انا بس مش حدث يعني بقول لك يا عصي سهر انا معايك النهاردة الراجل ده صلع على الهوى قال لك انتو لسه بتحتفلوا اه انتو لسه بتحتفلوا وهما لسه عاملين اعلان عن فيلم اه القضية اه والغد دلوقتي بيحتفل هو دلوقتي بيفكرك بين اربع سنين ايو طبع اللي مسموح للاهل مش مسموح للزمالك انت مش من حقك تحتفل احتفل لغاية السنة الجاي انا النهاردة يمكن شهر انا بقول حاجة زيارة يمكن اكتر لسه بفكر الكابتل خالد النهاردة بيحتفل بعيد ميلادي ابنه في استاد القاهرة اه انا مالي اه ما يحتفل زي ما يحتفل اه ان شاء الله يجيب كل نجوم ماصر دي ما تحتفلاتك بالضايق الاهلوية لقا طب هو طول عمري بيحتفل اه البطولة دي جافت وقيت فعلا صعب وفيش كلام اه صعب لك في الائتين سواء اهلة وزمالك لان في الاخر فعلا الزمالك عايز يثبت ان فوزه بالسوبر افريقيا ما كانت صدفة اه وانه هو الاحق فعلا وانه في المرحلة دي هو الافضل اه كمانه عايز يكمل مهم انك تكمل مش قضية ان انا خدت البطولة في مباراة والاهل الورا دي مش هيبقى مش هيبقى زي سوبر افريقي مستحيل شوف اللي حصل للاهل تعرف الجماعة الاهلوية قبله قليك من مصلحة نهاية المرحلة السعودية الاي اللي حصل نهاية الزمالك للمرحلة السعودية مش الزمالك للمرحلة طيب مين مصلحت ديواية مسافرش الامارات لا أنا ما حصله ما احبش دي لا لا كل الاحترام للاهل انا شو انا بقولها كل الاحترام للاهل لا لا بشي الكلام هو دي لما اتقالها mmm لا ده زي ما genauso مش رايح يا واحد جاي بشارع يا اخذ ازاي اتكلم عنه كده. رايح بالكارت الزهبة مش رايح ببطر في بطولة الصبر الافريقي. اه. يعني لما كان من قبل الصبر الافريقي قالك من مصرحة ما يروحش. اه طبعا. لو رايح بطر كون فادراليك انا مش. انا اولا شايف ان كان يجب على العميد سهر والسؤال انه ما يجابش على السؤال ده. اه. يعني المفترض. عشان هو في موقع مسؤولية يعني. اه بحكم منصبه. انا لو قعته في الفخ. اه والله. بطوله لازم تتوقع. ما فيه كده مقدمين برامل. اه. طب اروح لك دلوقتي. في اه بصراحة. الاهل هي لعب سيراميكا. اه. والزمالك هلعب مع البيراميدز. اه. وبيراميدز فرقة تقيلة جدا. طبعا. وقوت السكواد بتاعها بوجود صديق وجودة. طبعا. وعبد الرحمن مجل. صبقة رائعة. ويوسف اوباما. تمام. التلاتة لعيبة تقالوا ليهم. طبعا. طبعا. غير اللي موجودة يعني. عندك ابراهيم عادل وعندك بس. وعندك رمضان صحي. وعندك مايلي ده كارسة من كوارس الزمن. اه. انت تفضل تلعب الزمالك ولا بيراميدز في النهائي. الزمالك طبعا. هرحين بطول عشان الزمالك بس. بجد. يعني يعني ما ما تفضلش تلعب مع بيراميدز. لا الزمالك. اصي الزمالك. جمهور الاهلي لن تسعده البطولة الا ازا ازا فزع الزمالك. طبعا هسألك. بدرجة ان انا بهزر بقول لو الزمالك خسر من الاهلي هيتعمد يخسر من سراميكا. عشان ايه. عشان ايه. عشان ايه.